السلام عليكم الفترة الأخيرة انتشر خبر انتحار بنت ملحدة ورغم أن أنا عرفت أنها كانت ملحدة وشاذة جنسيا لكن والله كنت أتمنى لها ولغيرها التوبة حتى لو قبل الموت بيوم واحد لكن مع الأسف هي اختارت مصرها بنفسها اختارت أن تكفر بالله الذي خلقها ورزقها وأعطاها كل النعم لكن هل يجوز الترحم عليها أو الاستغفار لها؟ وما موقف الإسلام والمسيحية أيضا من الشواذ جنسيا هذا هو موضوعنا اليوم فتابعوا الفيديو للنهاية دين عظيم جاء من وحي الإله وكأن نورا قد أضيء لمن هدا صارت به الدنيا تسير بمنهاج نورا على نورا على نورا على نورا هدا أولا مش فاهم إيه كل الضجة دي هل كانت صارة بتخترع الزرة ولا بتعمل حاجة مفيدة في المجتمع وقال ليه كل الكلام ده؟ في الحقيقة إن هي كانت عاملة مدونة بتشتم فيها الإسلام يعني كل إنجازاتها في الحقيقة إن هي بتنشر صور بتحشش فيها وبتشرب خمرة وإن هي كانت ملحدة وشاذة والإنجاز الأهم في حياتها هو إنها عاملة مدونة بتشتم فيها الإسلام وبتسخر منه وبتشتم ربنا بألفاظ صعبة جدا لا أود تشوف الفيديو اللي بتشتم فيه ربنا أو الفيديو اللي بينقل هذه الألفاظ ممكن تشوف الفيديو اللي عمله معاذ عليان هتلاقي رابط الفيديو في الوصف فأنا مش قادر أستوعب اهتمام كتير من الناس بيها هتقول لما أنت كمان بتتكلم عنها هقولك الفيديو مش عن البنت الانتحرت تحديدا لكن الفيديو يخص جميع الملحدين وجميع الشواز وبعدين طبيعي لما مجموعة تطلع تترحم عليها هتطلع مجموعة تانية تقول لك لا ما ينفعش فلازم نوضح الحياة للناس ثانيا أنا ضد الشماتة في وفاة الشباب الملحدين لأن أغلبهم مخدوع ومضلل وكتير من اللي أرفتهم عندهم مشاكل عائلية كانت هي الدافع الأول للإلحاد التفكك الأسري بيدفع كتير منهم لأصدقاء السوق تدريجيا تمتلع عقولهم بالشوهات فأنا رأي الشخص إنك لما تعملهم بقصوة فانت كلا بتنفرهم لأن برضو كتير منهم ما زال في خير ممكن في مرحلة معينة يرجع تاني للدين بس لما أنت تنفره وتعامله بطريقة غلط فاحتملت رجوعه بتقل وعلى كل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وده معناه إن ما ينفعش الملحد يتحجج بسوق المعاملة طبعا فيه مسلمين سيئين وفيه كتير من المتدينين منفرين بس حتى لو افترضت إن كل المتدينين منفرين وده مش صحيح إطلاقا لكن حتى لو ده صحيح فده مش مبرر إنك تعمل شيء غلط والغريب إنك بمجرد ما تتخذ قرار الإلحاد بتصبح شخص سيء جدا شخص بلا أخلاق بلا مبادئ شخص يرتكب كل القبائح زي الزنا والخمر والشزوذ وسوق الأدب مع الوالدين ومع الجميع بمجرد ما بيختاروا الإلحاد من اللي إيه مباشرة بيتجردوا من كل ما هو جميل وده المشكلة الكبيرة لغالبية الملاحظة العرب لكن أكيد هناك فئة منهم مخدعين وما وصلوش لهذه المرحلة من الفساد وأنا شخصيا استقبلت في بيتي أكتر من حد ملحد وأكرمتهم وعاملتهم وعاملة جيدة وما كنتش سبب في ضرر لأي شخص منهم لكن كنت بحاول أن أنا أقرب منهم أعرف مشاكلهم أعرف ظروفهم أحاول أسعدهم ورد على أسئلتهم قدر الإمكان إحنا عوزين الخير للناس مش هستفيد حاجة لما أنت تدخل النار مش هستفيد شيء لما أنت تبقى شخص وحش بالعكس ممكن ربنا يحسبني على تأثير هذا ولما أشوفك بيتامل حاجة غلط لأزم أنصحك وأخذ بإيدك ممكن شخص تاني يضحك عليك ويقولك الشيء جزء ما فيه مشكلة في الدين أو يقولك عادي يا جزء الترحم على الملحدين رغم أن ده غلط ومخالف للآيات الصريحة الواضحة اللي فيها أن الكافر لن يقبله الله وما يبتغي غير الإسلام دينا فلي يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أنت متصور لما أنا أقولك أن الكافر مصير النار أن أنا بشدد وبدأ عليك لكن في الحقيقة أنا ما أقدرش أخدعك وطمنك أنك فيه أمان ولما تموت تلاقي كلام غلط فكون أنا وإنت خسرانين أنا بقولك الحقيقة اللي أنا معتقدها حتى لو أنت مصر ترفضها وحتى لو أنت مصر تتهمني بالتشدد لأن أنا عاوز أخذ بإيدك للحق وعشان أخذ بإيدك لازم أكون صريح معاك وقولك الحقيقة لازم أقولك أن اللي يموت على غير الإسلام مصير النار وأن الله عز وجل لن يغفر له لأن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك يعني لو لم تتوب من الكفر فالله لن يغفر لك ولو موت سيكون حزين جدا من أجلك لكن لا يجوز أن أدعو الله لك بالمغفرة ولا بالرحمة لأنك أنت نفسك لم تطلب من الله الرحمة ودى المغفرة شصوص الجنسي فحشة من كبائر الزنوب الله عز وجل يقول عن قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ده بالنسبة للإسلام والموضوع في المسيحية مش مختلف كتير لكن الغريب إن كتير من المسيحيين مستعدين إنهم يتنزلوا عن بعض الأمور في دينهم عشان يقولوا لك إحنا دي المحبة وسلام مش زي المسلمين المتشددين فأنت طبعا ممكن تقول آه شوف الفرق يا أخي هنا طيبين وهنا متشددين أشرار وزي ما قلت لك أنا ممكن أعمل كده ممكن أتنازل عن دينه عشان خطر أظهر نفسي كيوت وجميل ووديع وشوف الدين حلو ولزيز زي بس أنا في النهاية بخدعك وباخد بإيدك للنار لكن في المسيحية تجد الكثير من التنازل من أجل كسب تعاطف الناس والتظاهر بالوداعة واللطف يعني في الغرب تجد كنائس كثيرة تسمح بزواج الشواز وتبرج زواجهم وفي بلادنا العربية تلاقي تنازل من نوع مختلف فتلاقي المسيحيين ينشروا صور عن يسوع وعن تقبله للشواز وحبه ورحمته ليهم وإن هو إزاي بيحضنهم ويسوع طيب وجميل عشان يظهروا صورة مختلفة عن الإسلام ومتلقيش حد فيهم يقولك أن الكتاب المقدس يأمر بقتل من يفعل الشوز ولأن الشوز سبب لعدم دخولك لملكوت أو الجنة محدش فيهم بيقولك النصوص دي لأن لو قالوها فكده بينقضوا الفكرة بتاعة المحبة والسلام اللي المسيحيين أنفسهم بيروجوا لها وإيه بيش مختلفين كثير عن الناس اللي هم نفسهم بيقولوا عنهم متشددين ومتطرفين افتح على سبيل المثال سفر اللويين وسفر اللويين بيؤمن باليهود والمسيحيين لويين عشرين تلتاشر يقول إذا ضاجع رجل مع ذكر اضجاع امرأة فقد فعل رجسا كلاهما إنهما يقتلان ودمهما عليهما عمرك شفت مسيحي بيقولك النص ده ما أعتقدش رغم أنه مؤمن إنه ده أمر من الرب لموسى عليه السلام لكن بيخفي عنك النص ده عشان يوهمك بالمحبة المزعومة وفي النهاية لو صدقته حياخد بإيدك للنار نص تاني في رساة بوليس الأولى لأهل كرونسوس وده بيؤمن بالمسيحيين فقط يقول في الإصح السادس فقرة تسعة وعشرة لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مضاجع ذكور ولا سكرون يارثون ملكوت الله يعني لو أنت مسيحي وشاذ فإنت وفقا لهذا النص مش هتدخل الملكوت لا فيش حد من المسيحيين بيقول لنا النصوص دي بيكتفوا بالصور والكلام العاطفي فقط عشان يقول لك المسلمين وحشين ومتشددين بس إحنا طيبين خالص لكن من الأحق بالإحترام؟ حتى لو أنت مختلف معاه من الأحق بالإحترام؟ الشخص اللي بيقول لك الحقيقة اللي هو مؤمن بيها عشان ياخد بإيدك للجنة ولا الشخص اللي بيحرج في دينه عشان تقول عنه جميل وطيب ولطيف الشخص اللي بيخفي نصوص كتابه وميبلكش عليها عشان تقول عنه مسالم ووديع والله يا جماعة أنا لكم ناصح أمين ما أريد لكم إلا الخير مش هكسب من وراك حاجة ولما تموت هحزن عليك لأننا أتمنى أنك تدخل الجنة بس عشان تدخل الجنة لازم تاخد بأسبابها تؤمن بالله وتطيعه فيما أمر وتكتنب ما نهى عنه انتهى الفيديو وإذا استفدت منه اضغط لايك وانشور من المهتمين لتعم الفائدة ولو حابب تدعمنا ممكن نخل بيترون والرابط في وصف الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته